قرار لمجلس الأمن الوطني العراقي بعدم التصويت على إدراج جماعة الإخوان منظمة إرهابية في تفاصيل القرار وبحسب مصادر عراقية فإن طرح إدراج الجماعة ضمن لائحة الإرهاب في جامعة الدول العربية كان بناء على طلب من مصر أما ما وراء هذا القرار فإشارات سياسية وأيدولوجية أكبر من فكرة إدراج الجماعة أو عدم إدراجها الناظر لجماعة الإخوان في العراق يجد اختلافات جذرية بينها وبين غيرها في المنطقة فهي لم تنضوي تحت مظلة حزب واحد بل تشعبت إلى ثلاثة أحزاب كما أن لها جناحين الأول موال لتركيا بطبيعة الحال والآخر موال لإيران إلا أن انهيار جماعة الإخوان في مصر جاء ليقرب هذين الجناحين بل وتصبح طهران ممولاً ومحركاً رئيسياً لإخوان العراق فرشيد العزاوي المرشد العام لإخوان العراق وأمين عام الحزب الإسلامي العراقي صديق مقرب لإيران التي عاش فيها جزءاً كبيراً من حياته بل وقدمت طهران له دعماً غير مسبوق في آخر انتخابات النيابية وترددت حين ذاك أنباء عن تلقيه خمسة ملايين يورو من قاسم سليماني مصلحة واحدة تجمع إخوان العراق والميليشيات الموالية لإيران وما أكثر اللقاءات بين قيادات الجماعة وكتائب حزب الله وغيرها من الميليشيات العراقية في الفترة الأخيرة هذه المصلحة تقتضي حماية كل منهما للآخر وهي الحماية التي لن تتحقق إلا بتنفيذ كل منهما لأجندة إيران منا مصطفى الحدث